موسيقى معكم انا نصر موقع عرف نيكم. فهو ده النهاردة هنتكلم ازيار تتجرب نزام لينكس. يعتبر نزام لينكس من اسهل الانزام اللي ممكن تجربها او تجربها على الجهاز الخاص بيك او لابتوك الخاص بيك. مدون ما تفرمت اي شيء او دون انت تتحدد في ملفات مجرر بس هنحتاجه يكون معاك فلاش اربعة جيجة عشان انت تدري سبت عليها النزام دوت. وانعمل اقلاع من النزام. بالنسبة لحرق نزام لينكس او توزيعات لينكس على الفلاشة او على الاسطوانة. هبقى سيب تحت الفيديو لينك الفيديو اخر بيعرفك زي ان تعمل موضوع ده. اما بالنسبة لحجم الفلاشة فيفضل لناك كون اربعة جيجة او تمانية جيجة عشان تقرر سخدمها بشكل سريع شوية اثناء التجربة. بعد ما تأكد انك حلقة نزام لينكس على الفلاش الخاص بيك بشكل صحيح هتعمل لوقت انت تركب الفلاشة في الجهاز الخاص بيك وتعمل ستارت وتعمل اقلاع من الفلاشة. وبعد كيها طبعا معنا الخطوات الجاية. دلوقتي وقعنا مركبنا اليوز بي في الجهاز وعملنا اقلاع منه. ده اللي هيظر قدام نلوقتي على الشاشة. هننتظر لغاية تجميع الملفات او تجميع البيانات. هيزرنا انا في الزيادية على حسب اسم التوزيع اللي انت بتثبتها لو هيكن دلوقتي انا بثبت توزيع اوبونتو. فيزر الواجهة بتاعة اوبونتو. مع اول تشغيل للنزام او اول تشغيل لتجربة نزام لينكس. فيزرنا واجهة بتقول لك حاجة اسمها اوبونتو او انستول بونتو. اوبونتو دي التوزيع اللي احنا استخدمتها عشان اجرب بها لينكس. طبعا ممكن يكون في اسماء مختلفة او توزيعات مختلفة بس ما هم اللي يهمنا في الموضوع ان في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها بالنسبة للغة لو جينا لاحزنا هنلاقي ان في عندك لغات كتير مختلفة طبعا من ضمنها للغة العربية لو انت حاول بترجع لها. هنلاقي في عربي نضط عليها. هنلاقي لو اجهة تحولت باللغة العربية هنلاقي برضا الحاجة اسمها تجرب وثبت. اوبونتو دي التوزيع اللي بشغل عليها. الوقت اللي محتاجه لنا اعمل بس تجربة للنزام عشان اشوف مميزاته ايه الخواص الجديدة او ايه اللي بيفرق منه على الويندوز مسلا. فعمل تجرب اوبونتو. يبقى كده فعلا خلاص تبتنا نسخة لونكس كنسخة تجربية. اقدر استخدم النزام ده زي ما انا عايز اقدر اجربه اقدر اشغل فيه اي حاجة. لو هيكون مسلا انا عاوز اجرب المتصفح بتاعه مسلا. لو هيكون افتح موقع. دلوقتي كده الموقع اشغل بشكل طبيعي. اقدر نزله تحت. اقدر نقفله. دلوقتي بعض النصائح اول ما تجي تقفل النزام دوت اقوم ما تعمله او عادة تشغيل. اي ملف او اي موقع انت تصفحت او اي شيء احطيته على النزام ده هو بيتمسح بشكل كامل. الفكرة تجربة اللي انك تتوفرها لك عشان انت تجرب النزام او عشان تحكم عليه او عشان اديك فكرة عنه قبل ما تيجي تسبتها او قبل ما تيجي تجربه. يبضل معك على الفلاشة بشكل كامل تستخدمه في اي وقت ممكن تحط الفلاش ديت في لاب. ممكن تحط الفلاش دي في لابتوب في كمبيوتر في اي شيء هتشتغل معك او هيعمل تسجيل دخول للجهاز دوت او هيعمل تسجيل دخول للمشين ديت او هيعمل تسجيل دخول للنزام دوت بشكل كامل. في النهاية ازا حبيت تثبت النزام دوت هتلاعنى حاجة اسمها سبت اوبونتو او سبت باسم التوزيع اللي انت مشغال عليها من خلال تثبت النزام. ده هنتكلم فيه في الفيديوهات الجاية. راببكم ارى توصل الفكرة. كان معكم على نصار. موقع عرف نيدكم. في النهاية امتنساش تعمل لايك الفيديو لو عجبك. وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة. وتعمل لايك لصفحتنا على الفيس بوك عشان تابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي. وتقدر تشترك بالنشر برديل الموقع عن طريق كتابة الاميل الخاص بك هنا وتدغط اشتراك. او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيس بوك يوتيوب جوجل بلاس تويتر.